قامت البطرياركية اللاتينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بدعم العديد من مشاريع البنية التحتية وإعادة التهيل للعديد من الكنائس في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ومن بينها كنيسة القديس بولوس الرسول في منطقة جبيهة التابعة للعاصمة عمان ومدرسة وكنيسة السماكية في محافظة الكرك وغيرها العديد من الكنائس في الأردن وفلسطين فضلا عن برامج التعليم وتمكين المرأة وتدريبها على المهارات الحياتية وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بفضل التبرعات السخية التي قدمتها جمعية فرسان القبر المقدس في ألمانيا وغيرها